مهندس عبد العزيز أعود إليك عندما اتحدث أيضا عن القطاعات الرئيسية المرتبطة بقطاع الطاقة هي كل القطاعات تتأثر بالمباني النقل القطاع الصناعي أيضا الذي تتجه المملكة إلى تطويره بشكل رئيسي الصناعات العسكرية كل هذه القطاعات تحتاج إلى الطاقة وتزيد من استهلاك المحلي للطاقة مع العلم أن المملكة من أكثر دول استهلاك للطاقة محليا كيف يتم التوازن ما بين ترشيد استهلاك الطاقة وفي الوقت نفسه إنتاج طاقة تمكن كل هذه الصناعات من أن تكون لديها كفاءة في الانتاج وفي الوقت نفسه تقليل الاستهلاك نعم شكرا لك على هذا السؤال أستاذ كرير وتحية للمهندس عبد الرحمن النمري شهادتي في مجروحها طبعا وأشكره على الكلمات عودتني إلى السؤال أستاذ كرير منظومة كفاءة الطاقة لم تعتمد على فقط تسعير الطاقة فعلا التسعير وتغيير الأسعار قد يأتي بنتائج إيجابية ولكنها منظومة متكاملة تتطلب تعاون جميع الوزارات تتطلب تعاون قطاعات مختلفة في البلاد سواء النقل أو المنشآت أو طبعا الاستهلاك لتوليد الطاقة أو تحلية المياه لا يخفى علينا أن هناك مقاييس كثيرة علينا في البحث وراء كفاءة الطاقة أن نبحث عن المعايير التي تلائمنا نحن ليست المعايير التي تستخدم في أماكن شتى في العالم معايير التدفئة مثلا في أوروبا تستخدم من أجل قياس الكفاءة ولكن استخدامها في المملكة لن يكون مجدي كذلك في نفس الوقت معايير ما يسمى بكثافة الطاقة تستخدمه الصين من أجل حساب كيف يتم استغلال الطاقة للعنصر البشري في مساحة جغرافية معينة مؤشر جيد جدا ولكن هنا في المملكة العربية السعودية يجب استخدام المعايير التي ستقيس لنا سواء استغلال الفرد أو المنشأة أو الكثافة السكانية واستغلال الكمية الحرارية التي تستقبلها البلاد من الطاقة الشمسية هناك طبعا توجه قد لم يكن يعلن حتى الآن ولكن هناك مصدر آخر للطاقة المتجددة وهي الجيوثيرمل أو الطاقة الحرارية في باطن جوف الأرض والذي سيشهد تطورا في المستقبل القريب بإذن الله ولكن عندما أتحدث الآن على هذا المزيج الواسع قياس الكفاءة يأتي من كافة الجهات المسؤولة رأينا مؤخرا خلال السنة الماضية أو سنتين ملصقات كفاءة المحركات توضع على السيارات ووقت الشراء ونراها أيضا على أجهزة التكييف نرى هذه الملصقات حتى تخدم المستهلك وتخدم الوعي أكثر بكيف تستغل الطاقة سواء كانت للنقل أو للتبريد أو للمنشآت أو خلاف ذلك ممتاز مهندس عبد العزيز ما هي التحديات التي قد تواجه تطور هذا القطاع قطاع الطاقة الشمسية والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في هذا القطاع فعلا استثمارات ضخمة جدا واضح أن هناك تطلعات إيجابية سيكون منحنى التعلم يستغرق بعض الوقت ولكن مردودة من ناحية استغلال المجتمع لما يتم خلال هذه التجربة الجديدة كما ذكر المهندس عبد الرحمن قد يكون أكبر أكبر موقع يولد طاقة شمسية بقدر 1.6 مليون ميجاوات الآن نتحدث عن تغير لغة رثمي في الحجم ولذلك هو مشروع مختلف تماما عن ما يمكن قياسه على نطاق أكاديمي هو يعتبر مشروع تصنيعي بحث وسيتطلب منه التركيز وتضافر الجهات الأكاديمية والبحثية وتوفيرها للمراجعة المستمرة وتحسين الأداء خلال السنوات الأولية وصولا إلى الهدف في 2030 ممتاز أيضا مشاريع التاقة الشمسية كيف ترون تطورها مؤخرا؟ وأن هناك عدة منصات أو محطات لتوليد الطاقة الشمسية في شتى المدن كيف ترون على الأرض الواقع تقدم هذه المشاريع ومساهمتها مباشرة في إنتاج الطاقة المستهلكة محليا؟ الوعي الاجتماعي أصبح عالي جدا حتى في البيوت الجديدة نرى كيف أن معظم الطرق البنائية الجديدة تعتمد أيضا على تجهيز المباني الجديدة نعم بألواح شمسية ما يمكن أن يؤهلها لاستغلال الطاقة الشمسية نعم كذلك توجد في الأسواق الكثير من المنتجات التي تستغل الطاقة الشمسية بما فيها التكييف وبما فيها أيضا الطاقة الكهربائية المستغلة شكرا لك أستاذ عبد العزيز المكبل مختص في الشؤون النفطية كنت معنا أمينا الدمام شكرا جزيلا لك